موسيقى 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 سيداتي سادتي انتباه من فضلكم هذا الفضاء خاص بالصراحة والوضوح المرجو عدم استعمال لغة الخشب شكرا على تفهمكم موسيقى موسيقى على بركة الله بسم الله مجراها ومرساها مرة أخرى بدل لغة خشب ودائما بدون مواد حافظة بدل لغة خشب هذا اليوم سعيد أمزازي عنده الصفة الطويلة وزير تربية الوطنية والتكويل المهنة والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة سعيد أمزازي شكرا لأنك معنا اليوم بدون لغة خشب مرحبا بكم الآخر دوان جيد سعيد بهذا اللقاء التواصلي وإن شاء الله ستكون لدينا مناسبة لكي نترقل واحد العداد الإجراءات والتدابير قمنا بها في المنظومة باش ننظره الرأي عام الوطني إن شاء الله وبدون لغة خشب بطبيعة الحلقة مزيان بصدفة السي أمزازي أول حلقة ديال بيدون لغة خشب هاد الموسم كنت معك وآخر حلقة ديال بيدون لغة خشب هاد الموسم هي هادي معك صدفة معتوش مزيانة ولا ممزيانة أنا كنظر بين واحد العدد نس عيوك ولا ودرتيوها إكس بخي إكس بخي العاني وجات بالصدفة على كل حالي إنه سي أمزازي دائما في الوزارة ديالو خسنا نتبعون شو باش كيدير كيتحرك بزاف يتكلم معنا اليوم بدون لغة خشب ولكن في شو تنبر السي أمزازي أنا كتك نعرفك سعيد أمزازي وزير في الحكومة المغربية ما كانش فراسي بأنك إسباني تكتشفت بأنك إسباني وقرأت بأنك عندك الجنسية الإسبانية أنا كدبت هالخابر وأيضا درت واحد الدعوة قضائية لأنها دي واحد تهامات اللي ما عندتها شي أسوس وكنت حدا شي واحد يجيب لي شي وثيقة اللي كتبرهن بأن أنا إسباني ما كينش نهائيا أبدا أبدا ما عندك علاقة بإسبانيا إسبانيا أنا كنت قلت في واحد في واحد اللقاء تصور صوري بأن نسبتي إسبانيا نسبتي إسبانيا هاد الشي ما كيجعج بأنني أنا أنا داك فاش تزوج كنت كان نرتاقب بأننا غنكون وزير وبأننا ما كاش خستكون عندي نسبتي إسبانيا نسبة ما عندنا منذير تشيلي أطلع إذا لمشي عندك الجنسية إسبانية عندك نسبة إسبانية على كل الفرق بين الجنسية والنسبة ما كينشي كين كين كبير سي سعيد أمزاري تلت سنين ونت وزير ديال القطاع في التربية الوطنية والأمور الأخرى المرتبطة بها من أكثر الوزارة حضورا في وسائل الإعلام في مواقع التواصل الاجتماعي بالمنطقة ديال التعليم وديال المدرسة نجحتي ما شي أنا لي نجحت المنظومة لي نجحت الحمد لله يمكننا نعطي الزنف تقرب هاد النجاح لي حققناه جميعا لإنا ورش التعليم هذا واحد الورش مجتمعي بامتياز ما شي ديال وزير أو ديال وزراء ولكن ديال الجامعة عشرات الملايين ديال التلاميذ والمتدربين والطلبة كثر من 350 ألف أستاذ جميع الأسار المغربية معنية بهذا الورش الكبير لهذا اليوم أنا كنقولك بأن الحمد لله المنظومة نجحت بفضل نساء ورجال تعليم بفضل مسؤولين بفضل أطور الإدارية بفضل الشركاء وبفضل هذه الالتقائية الحكومية حول هذا المشروع مشروع ديال أولوية صاحب جانسر والله يريعينا خاصة واحد العدد من الخطب الملكية سيدنا الله ينصروا تطرق الورش ديال التربية والتكوين وديال الموريد البشري والرأسماء البشري وديال الشباب لهذا اليوم حمد لله بفضل الإنجازات لذي دارت الوزارة سطعنا باش نكسبوا اتقال ديال المواطنين وننخرطف واحد العدد ديال الأوراش الإصلاحية كبرى أكيد أنه كان أوراش بقاكة انتظار كان واحد العدد ديال الأمور تلقناها ما يكون عند الواقع والآثار حتى من دب واحد تلسين أربع سنوات حاسم بأنه كان نجاح خلال هاد الولايات ديالكسي الحمد لله ما كان شيو كرير ولا معدل ناقاس ولا دورة استدراكية في شي مادة معينة أنا قلت بأن الحمد لله الأوراش كامل اللي فتحناها بدون غاكوخسي ما مشينا شو درنا لك شي غير بش نديره أولا ارتجالية الحمد لله هادو أوراش مهيكيلة أولا استجابة لتنفيذ ذك البرنامج التنفيذي اللي التزمنا به أمام أنظر صاحب جانسره الله ما تنساش في الدخول أول دخول من دراسي سيدنا الله ينصره هو اللي يترأسه وعطال ينطلق دياله وكننا قدمنا واحد البرنامج عمل اللي التزمنا أمام أنظر صاحب جانسره الله واللي سننهضو به بهذا القطع هذا الأمر الثاني هو البرنامج الحكومي عندنا واحد المخطط حكومي اللي خسان خارطوفيه البرنامج التزمناه هو الرؤية استراتيجية 2015-2030 واحد المجلس أعلال تقبيل تكوين اللي فيه واحد العداد ديال الخبراء النقابات أحزاب السياسية اللي قاموا واحد العمل تشخيصي وأيضا قطرحوا واحد الرؤية لـ2030 تبنينا جميع هالتوصيات وهذا الرافعات وبدينا كنزلوها أيضا قانون الإطار جينا إحنايا فد الحكومة وترجمنا هذا الرؤية استراتيجية إلى مخطط شريعي واحد الإطار تعاقدي ملزم على الجامع وهذا شيء مهم لأن بفد هذا القانون الإطار غنضمنوا الاستدامة دياله الإصلاح لأن من قبل كان كيمشي وزير كيجي وزير كل واحد كيبغي يدير ذاك لاتوش دياله ومن بعد كنبقاو إصلاح للإصلاح طيب هذو يمكن مظاهر ديال الاشتغال ديال الوزارة في عهد سعيد أمزازي ويكن باش نحكموا على النجاح على أرض الواقع واش عندك مؤشير أو جوج أو ثلاثة أو أربعة كتقول هذه هي النتيجة ديال النجاح لأنه في المقابل كيلي كيقول سعيد أمزازي وزير فاشيل كتك تقرها بطبيعة الحال أنا كنحترم جميع المواقف ديال الناس اللي كي عبروا على الرأي ديالهم هالقضية ديال الوزير فاشيل كان واحد العداد ديال نسكية دولها فاش كان واحد شناءان في ذاك الملفات الاجتماعية مع واحد بعض الفئات ديال النساء ورجال التعليم ووذا عادي شيء عادي مش مزعج أبدا لأن الحمد لله يمكننا نفتخره بمتسوية واحد العداد ديال الملفات الاجتماعية اللي كانت متراكمة منذ سنين وليما كان عنده تشحل على سبيل المثال هو سلم تسعود سلم تسعود سبعة ثمانية الإدارة التربوية الأطور الأكاديميات هذو كاملين ملفات اللي كانوا وقفين وجينا وخرجنا محمد لنا ولكن كيميل فتعليقة ولكن كيميل فتعليقة وهذا شيء عادي هذا شيء عادي لأنه يستحيل منظومة بهذا الحجم اللي فيها أكثر من 250 ألف أستاذ اللي فيها تقريبا تلاتين وثلاثين فئة أستاذ ابتدائي أستاذ إعدادي أستاذ إهلي المفتش المخطيط الموجه المدير المعين المموين هذا شيء كامل أراها واحد العدد كان فيه قوية كبيرة ومن الضروري يكونوا متطلبة ديال كل واحد وكي يرهنوا باش يحسنوا الوضعية دياله هذا شيء عادي هذا قلت على أرض الواقع احنا درنا واحد العدد الملفات سوينها وإن شاء الله اللي غي يجيين بعدنا غيدي يسوي عود ذك البركات دياله وإحنا ما شل وإحنا غنشوف الملفات العالقة فإحنا جيوا لها على أرض الواقع على أرض الواقع مؤشرات في كيبان نجاح ديال سعيد أمزازي برنامج الحكومي جابوا حل هذا المشاريع تجاوزناه بكثير هذا البرنامج الحكومي السيد رئيس حكومة فاش قدمنا حاصلة أمام الغرفتين بدأ بتعليم قطع التعليم به بدأ كورش مهيك الأساسي وقال بإنا تجاوزناه بكثير المؤشرات اللي كانت مصطرة في البرنامج الحكومي لا هال المؤشرات عدديا أو لا طبيعة الأوراش بحال هذا برنامج رياضة دراسة لا كان برنامج حكومي برنامج تربية الدمية لا كان برنامج المدارس الفرصة الثانية من جيل جديد لا كان برنامج لدينا نرجع لبعض المؤشرات التعليم الأولي التعليم الأولي كان محتشم في البرنامج الحكومي جئنا في 2018 18 يوليوز رسالة ملكية سيدنا الله نصر خطاب العرش في 2018 سيدنا نطلب من الحكومة لكي يطور ويصبح تعليم أولي ليس عمام جودة لكي ندعمه ونحضرهم لدراسة اليوم المؤشر وصلنا 72.5% هذا الهدف الذي كان لدينا مستر 67% أكثر من 5 نوقات تعليم الأولي العمومي ارتفع من 13 إلى 23% تعليم الأولي في العالم القاروي ارتفع من 33 إلى 55% ها هو المؤشر البرامج الحماية الاجتماعية أيضا الخطاب العرش في 2018 سيدنا الله ينصر قال نطلب من الحكومة باش نوسعوا قاعدة المستفيدين ونرفعوا من جودات هذه الخدمات الاجتماعية لاش باش نهض نحدده من الهدر المدرسي برنامج تيسير كان عدد المستفيدين 700 ألف وصلنا الجوج المليون 400 ألف مستفيد كول فامالية ديال جوج المليار ديال الدرهم نخف تدوخني بالأرقام وتدوخني بالمبالغ وغادي نقول فعلا سعيد أمزازي أنا هذا شيء بالملموس هذا شيء الواقع وشمزيني فاشكة تقول المطعمة وكنا كان نعطيه واحد الوجبة 14 درهم وصلنا إلى 20 درهم لأننا جودنا هذا الإطعام 500 مليون درهم زائدة كل سنة كل دخول مدرسي كان نضيف 1-500 مليون إضافية بنسبة لك شيء قبل عدد الداخليات اليوم تبين بأن بفضل هذه البرامج والحماية الاجتماعية ذاكي الهدر الذي كان قلصناه بـ 55 ألف الأطفال الذين يغادروا كان تراجع بـ 55 ألف الطفل وهذا نتيجة إنجاز كبيرة إنجاز كبير أيضا إحداث المؤسسات المدرسية سنويا 600 ألف وافد على المدرسة المغربية ستبني لهم ستبني لهم في نقرأ إنجاز كانت الوثير هذه الإنجازات سنويا 70 حتى المئة مؤسسة سنوات الأخيرة 179 مؤسسة طيب سنسول بطريقة أخرى ونرجع لما يعتبر سعيد أمزازي إنجازات شنو ما قدرتش تدير اليوم حاجة بقتلي هناك تقول لا أنسى للولاية ما قدرتش نحق كين ثلاثة المجالات كبرى لي فيها واحد العدد المشاريع والبرامج لهذه ثلاثة المجالات جاءوا من الرؤية استراتيجية في القانون الإطار المجال الأول هو الإنصاف وتكافؤ الفرص بمعنا دعم تمدرس جميع المواطنين أينما تواجدوا هو تمييز الإيجابي لعالم القراوي وتمدرس الفتاة القراوية والحد من الهدرم دراسي بفضل هذه البرامج الاجتماعية إلى آخره وتمدرس جميع الفئات في وضعية إعاقة احتياجات خاصة إلى آخره هذا المجال الأول المجال الثاني هو مجال الشق البداغوجي الورش البداغوجي هو الأنماط البداغوجية هو المنهج هو تكوين الأساتذة هو المعلومات في هذا البرنامج إلى آخره البرنامج الآخر هو الحكامة من المنظومة لكن هنا أنا بالنسبة لي مجهود كبير كتدير الدولة لأن أكبر ميزانية في الدولة هي ميزانية 22% تقريبا 72 مليار درهم سنويا لذي لم يعد مشكل الإمكانية مالية صح لي والخصص كاين اليوم لا أقرأ أنني نعمم على كل جماعات القروية نقوم إعداد ونقوم مؤسسة إهلية لا يوجد الإمكانية اليوم نحن في نسبة تغطية 70% باقي باقي 30% لأن لما أغطيت واحد الجماعة القروية لدي واحد إكره كبير لكي تلميذ يمشي ويقطعوا واحد المسافة 10 كيلو متر لكي يمكن لهم يقرأ طيب عش ما دارش سي أمزازي أو ما قدرش يدير هاد شي واش حيث الإمكانيات المال دي أم كيف كيقولوا بعض الوزراء كاللقوا مقاومة في بعض القطاعات سي أمزازي ملقاش لعساريته التماسيح كتحاربه أبدا أحمد الله لقيت واحد انخيرات مسؤول لجميع للأطول الإدارية والترباوية وخا كين الشي ونحن يقول وزير فاشل أنا ما عندي مشكلة كان قبل هذا ما عندي مشكلة ما عندي مشكلة اللي بغيت نقول هي لما كان مقاومة أبدا اليوم هذه القضية الإحداثات وتغطية الإعداد ومؤسسة هي قضية تمويل تمويل اللي عندنا ما كافيش اليوم باش يمكننا نغطي جميع الجماعات القروية الأمر الآخر هما الموارد البشرية احنا اليوم كان بنيو وكان جهزو خصنا أساتيدة اليوم أنا عندي الخاصة السنوي هو 25 ألف 25 ألف الحكومة في إطار القانون المالية تسعطني 15 ألف كيبقى الخاصة 10 ألف علما أن عندي 13 ألف يمشي للتقاعد أو للتقاعد النسبي لذلك فينا يمكن نستغر واحد لألفين إضافية كيف كيف نقلص ذلك الكتداد وكيف نقلص من الأقسام المشتركة وكيف نخلق واحد البيئة محفزة الجودة لكي الناس كي يكون لدي واحد الوقع واحد الآثار على التعلومات وهذا أساسي هي كيف نرفع من مستوى التعلومات للتلام طيب إلي سمحتي السيء أمزازي بناء على هذه الفكرة وعودة إلى الحكم دي إحنا نجحنا في هذه المرحلة قدمت الحاصيلة مؤخرة نعم وعلى ما يبدو البرلماني نعجبهم الحال الحمد لله أستاذ ما قرأت قل لك أنت وافق على أن وأنك نجحتي والنجاح نسبية على كل حال معارضة وأغلبية وأغلبية معتش جدرتي ليهم معارضة جدرتي ليهم تمسح تمسح ولكن في القطاع بحال تعليم الحصيلة يمكن لا توقاس فقط بش حال بنيت وش حال خدمت وش حال رقييت وش حال سويت كتقس بجودة وحد الحاجة اسمه الخدمة ديال التعليم واش قدرنا نجح تفهد النقطة ولا المدرسة العمومية خصوصا مازال كتدير دروس وساعات الإضافية بشي الله تلحق شويا لمستمع لا ومتنساش أستير بأن نحن ندبر واحد المنظومة اللي كان واحد ترك ومدي 30 ساعة وشام العداد ديال الأزمات وتوترات إلى آخره لهذا كانوا تركومات جد إيجابية وكانت تركومات سلبية دون خصنا كيفاش نجاوزو هالتركومات السلبية وشمتيني اللي أطور الوزارة ما عندهم تعالق مع هالتركومات اللي كان ناتج على واحد العداد ديال الممارسة إلى آخره دون خصنا ما ننساوش وما نغفلوش بإنا لا المجال الأول ديال بناءات وديال توظيفات ودك شيرة أساسية أساسية لم يكن لك هذا التلميذ تعطي الحق في التمدرس وهذا حق الدستوري هذا جانب جانب الآخر وعندك الحق فيه هو كيفاش يمكننا نقيصه هذا الورش الإصلاحي هو بالمستوى ديالتعلومة ديالتناميذ هو مخرجات ما نسميه بالمرضوضية الداخلية هو النجاح هو عدم تكرار هو الهضر نسبة الهضر هذا هو مال هذا هو مال مؤشرات قالوا هذه المنظومة هذه تربية الناشئة سيكون واحد المسلسل الذي لديه مدى طويل اليوم فاشكت تزرع واحد البدراء رخص واحد العشر السنوات باش تقيم واش هادك الطفل اللي يدخل في التعليم الأولي ودرتينه واحد النمط التربوي ووكب الابتدائي في الإعداد سيكون واش سيكون عنده الكفايات المعرفية الضرورية أم لا في قطار التعليم الإلزامي هذا هو الأساس طريقة تكون في التدبير الملفات للوزارة القطاع بشكل نعم واش كي يكون المنطق التدبير اليومي وللمنطق الاستراتيجي من عشر السنين خاص تكون عندي هذه النتيجة المعينة لا أحد يمكن أن يدبر وزارة التربية الوطنية بالمنطق اليومي أبدا ما يمكن ما حضر ما شي باش كي يبال الوزير كي يشن الساف ويحضر الساف استراتيجية وستراتيجية اليوم مفروضة علينا لماذا كان قانون الإطار قانون الإطار ترجمناه 19 مشروع في ثلاثة المجالات لدينا مشروع بمشروع بمؤشرة الأداء واحد المخطط استراتيجي تنفيذي ومخطط شريعي مواكب باش يمكننا نعطيه الآليات القانونية لتنزيل هذه المقتضايات طيب ولا بناء على تسمح لقطع تكسير الوزير إلا جات حكومة جديدة في شوتنبر المقبل وزير جديد في القطاع قل لهم بالله بس أن زيك نقيرون أنعود الأمور من جديد ما يمكن لوش هذا هو اللي جميل في الأمر قبل كان يمكن القضية لبالقانون إطار كيحكم جات الرؤية استراتيجية راخذات 70% من المتاق الوطني رؤية استراتيجية واحد 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 الحيز كبير خذته من المتاق ولكن جينا بفضل سيدنا الله ينصر اللي طلب من الحكومة في 2015 باش ترجم الرؤية استرجع إلى قانون إطار وكان الشرف باش نقدم هذا القانون الإطار في مجلس الوزاري أمام أنظر صاحب جل سراء الله وأيضا مناقشة القانون الإطار في المؤسسة البرلمانية وبعد إصدار هذا القانون الإطار هذا القانون الإطار ما هو هو مكان هو إطار تعاقدي ملزم للجميع 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 والذي يدمن هذه استدامة والذي أمنا الإصلاح إذا قطعنا من المنطقة إصلاح اليوم وإصلاح الوضاء وكل واحد يأتي وإصلاح الأمر سألنا عن خريطة الطريق واضحة 19 مشروع من تعليم الأولية التي تحتاج العلمي الذي يريد أن يأتي ويجتهد في إطار هذا البرامج وهذا البرامج شاملة ومانية ولكن جاءنا تقرار لجنة النموذج التنموذي الجديد الذي يتكلم على القطاع ويعطي التوجهات ويعطي كذلك مقترحات في هذا البد لا كانت التقائية كبيرة من أول قطاعات التي أجلنا وقدرنا تمرين الملائمة بين توصيات النموذج التنموذي والقانون الإطار ولقنا بأن انتج كبير كثر من 90% نفس الأوراج بالنسبال لنا النموذج التنموذي جاء كدعامة قوية في هذا التوجه الذي يعمل فيه وقال أمور إضافية جدا مهمة لليوم لقاءات دورية على مساوة القطاعات مع الجنال الخاصة لكي يمكننا نبرز الأهمية لها ونصرفها لأن هذا النموذج مجاج وغير شخص جاء باقتراحات واجهة وأرقاع مهمة جاء قال بأن من هنا 2035 إضافية لكي نحقق الأهداف التي كنا استرنا في البداية الرؤية استراتيجية 2030 نموذج الموجة قال بأن نزيد 51 لكي نكون مع موعد مع المؤشرات وتحقيق المؤشرات لذلك بالنسبة لنا دعامة لم يكن أبدا تنقض كالالتقائية كبرى لأن النيومة تطل مع النموذج طيب السيام زازي من سوء حضيك أنه مثل سنين أو ثلاثة المواسم دراسية وانت مشرف على القطاع جوج المواسم دراسية كانت استثنائية موسم ليداز والموسم الحالي وربما الموسم المقبل أو الدخول المقبل اللي غد مازال وزيرين غد دي لنا الدخول من رأس عد تشيف حال مازي سعود شوتنب إذا تميج شوتنبير غد يكون الانتخابات وعلى كل حل من بعد لها مدبر حاكم نقول وخرجنا بأقل خسائر من هذه المرحلة على مستوى القطاع دي التعليم وش علاقة مع الوضعية الوبائية مع الوضعية الوبائية بحيث ما من تحديات الكبرى أيضا كان تدبير هذا القطاع في ظل هذا الجائهة ماذا كان نتظر في 13 مارس بأن سنعلن على توقيف الدراسة الحضورية للمرة الأولى في تاريخ منظمة التربية تجيوة ماذا كان نتظر بأن العالم سيعرف هذا التدهور الاجتماعي والاقتصادي الذي عرفنا هذا السنتين وعشناه وحمد مرة الأخرى كنقولها وكنأكد عليها بفضل الانخراض وهنا شوف هنا تبارك الله القوة التي لدينا في الأساتد في الأطر الإدارية التي واكب هذه الوضعية العصيبة والستنائية ويستطع أن يرفعوا التحدي في الوقت واجيز يوم الجمعة 13 توقيف الدراسة الحضورية يوم الاثنين 16 بدنا استمرار البداغ في إطار تعليم عن البعد جميل وكما ينبغي أم قرأ هذه البريكولاش كما ينبغي كنقول لا لأن ندرنا واحد العدد العملية قيمية من طرف المفتشية ومشي نفس الوضع أبدا والحق هذا ما ننسوش بأننا المشكلة دينا كيف سننضبر هذه الوضعية الوبائية ونخرج بها سالمين أولا هو استمرار البداغ هذا هو التحدي الأول لكي يمكن هذا عشر الملايين وكلما ضمننا لنفسك سمرار برجاء التعليم عن البعد ما كانوا ينبغي يمكنهم 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 مشكلة كبيرة للأسر واجتماعيا ثانيا يجبنا نجحوا الدخول من دراسة واحد العدد الأصوات تقول آه لن أجلو فين أجلو لين واحد العدد الدول الجوار أجلو احنا تحملت مسؤولتي وتحملت مسؤولتي وما بكيش احتفظنا برمزية الدخول وقدرنا الأمور كيف نحن تحمل بفضل العدد الأنمال التربوية التي قدمنا الأسر وطلبنا من الأسر ينخرطوا معنا وخف العتبنا قل الله سيد مسؤوليتكم فاذا قلنا أنهم اختاروا بالنمط الحضوري بالتناوب أو التعليم عن البود قل الله سيد اختارنا أنت كيف نختار وما الوضع هذه الطريقة الأمثل أو الظروف اجداز الموسم الدراسي تعتبرها مثالية بالنظر للظروف ممكن أحسن قل ما كان شيء آخر والدول الأخرى الدول العظمى كانوا في الأول واحد الارتباك كبير فرنسا لم يعتمد النمط الذي يعتمد نحن حتى شهر نوان بير حتى عود داروا حجر صحي وعلقوا الدراسة الحضورية ومن بعد قرروا لكي يدروا نحن كانوا يقولون نحن نسرقوا من فرنسا ونقلوا من فرنسا نوان بير عاد اعتمدت نمط التناوب التي قتل في شهر ما تنتمي والأمر الآخر الذي لا تنساه هي لكي المؤسسات لا يكون بؤر هذه تجمعات بشرية تلاميذ لك يجب نحن نفرض البروتوكول صحي صاري باش من باش هذه مؤسسات لا يكون بؤر ما كان تشيح الآخر والحمد الله اليوم تبين بأن هذه الأنماط التي اعتمدنا لكي ضبرنا السنة المصارمة كانت الحمد الله ناجعة وفعالة وضمنتنا آمان التلاميذ وضمنتنا أيضا تعلمات التلاميذ وضمنتنا الجودة الجودة وشنا يقول لك نسبة النجاح البكالوريا مثلا التي ارتفعت نقطة ره ما شيل الفضل لها أنه نس قرأ وإنما لأنه تساهل وشك في البرنامج وشك في السئلة وشك وشك هذه تقريبا خمس أو ست السنوات الأخيرة تم تعديل طريقة إنجاز الامتيحانة البكالوريا المتيحانة البكالوريا يبدأ تحضيره منذ شهر أكتوبر بليجان المفتشين مختصين ما هو التعديل الذي كان هو لدينا الأطور المرجعية محيانة لكي نأخذه عن الاعتبار ما هي المقرارات والدروس لقرأوا التلاميذ لكي لا يكون هذا المتيحان في مجزوئات لم يقرأوها هذا هو الامتياز الذي يخذوه لم يكن تساهل أبدا 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 أنا كنقول العكس أنا كنقول العكس في ظل هذه الظروف وهالتحدي كلام أيضا ما عبره على واحد تحدي كبير وصدر اليوم حسنا وجودنا هذا النتائج بجوز ديالنقاط وهذا جميل في في ظل هذه الوضعية حسنا بهذا جوز ديالنقاط وأيضا العمل الداؤوب لقاموا به الأساتي دا فعى المستوى ديالشهر ماي ديال ديال البرامج ديالتقوية وديال الدعم إلى آخر والتواصل اللي كان عندهم مع التلاميذ باش يمكن لهم يوجدوا انتحاء سيد الوزير كيلي كيعطي طرح آخر كيقول لك المستوى طاح شوية لعملي داز وهذا الموسم وبين النتيجة ديال هاد الشي غتبان في السنوات كيفاش يمكننا نقيموا هاد الناس اللي كيقولوا هاد الشي كيفاش يمكن لهم يقيموا المستوى هاد الشي اللي بغدنا نعرف ورهم أستيدة وهم رجال تعليم ونساء تعليم ونساء كين بعضهم اللي كيقول شوف لك نؤساتي دا خسنا نعتمد لأحد المنهجية تقييمية محظة علمية دقيقة احنا جنودرنا طلبنا من المفتشية العامة للشيء التربوية باش درنا واحد تقييم ديال الاسدوس الأول وتقييم الاسدوس ثاني وتبين بإنك تفاوتات وتباينات بين تلاميذ وأيضا لا في الإنجاز يالدروس لا في العدد الأمور واخدينا بنعتبار هذه التبايينات واصدركناهم في الاسدوس ثاني في بداية الاسدوس ثاني قدرنا هذا هذا العملية وتبين أيضا ما هي الدروس التي لا تقررون أو لا تقررون بطريقة متفاوتة وجنبناهم في الامتحان هذه ولكن ذلك ما الذي طرحنا في الأسئلة وذلك كان بنفس المنهجية الجودة التي كنا نفعلها سابق طيب هذا فيما يتعلق بالموسم الحالي والموسم ولداز نبقاول الدخول المدرسي نعم ولكن على كل حال شهرة سعود احنا قل من شهرين اعتاقض باش يكون الدخول المدرسي الوضعية الوبائية انت كتسمع الام مفتوح على كفة الاحتمالات وكفة التطورات اش مجدل المغاربعة وتاني في الدخول للموقف لغا قلنا بيناتكم انها 15 يوم ومشي في حالي لا لا أبدا احنا نعمل مواكبين حتى الدقيقة الاخيرة لكي نطمئ انه الاصار احنا بدنا تحضير الدخول المدرسي لم يبدأ في شهر يوليوز من ابتداء من شهر مارس ونحن نحضر احنا كان العدد تأهيل المؤسسات الى اخير ايضا الموارد البشرية خصنا ايضا نوجدهم حركة انتقالية الخير الرجل مواكبة ديالو هالشي كان نراها كدر وايضا الانمط ترباوية اليوم الحمد كنا نراهن باش ندير واحد الدخول تكون وضع الوبائية الحمد لله تحسنات بحل تحسنات في شهر ابريل وشهر ماي ولكن اليوم كان ارتفاع اخذينا بالاعتبار بالاعتبار الارتفاع ولكن كان الحملة ديال اللقاح الحمد لله مستمر وبفضل توجيهات الملكية السامية ودعم الأسر باش يتلقحوا وهذه الحملة كاملة كان راهنو باش واحد العدد كبير يزيدو يتلقحوا وممكننا نوصلو لهذا المناعة الجماعية اللي غادي يتمكننا باش نشغلو بكل أمان وطمأنينة لهذا احنا يعود مجدن لأنماط الترباوية كاملة إما حضوري مئة في المئة إما التنوب بين الحضوري والتعلم ذاتي المؤثر في المنزل إما التعليم عن البوء لكان بعض المؤسسات فيها بعد الحالات لأن الوضعية تتغير يوم بعد يوم اليوم احنا مقبلي على عيد الأضحى إن شاء الله وهذه مناسبة باش كنبارك جميع المغاربة الأوسار الأسات العيد الأضحى المبارك وإن شاء الله كان العطلة الصفية لأيضا فيها تحركات كثيرة ومبعد إن شاء الله مع وزارة الصحة لدينا واحد العلاقة وطيدة ووزارة الداخلية باش كنقيم الوضعية الوبائية هادي دكساعة ناخد القرار واحد أسبوعين قبل الدخول باش نهيئ الأسر علما أن الدخول غيكون يوم جمعات ثلاثة شوتنبير جمعات ثلاثة شوتنبير دا يوم إثنين شوتنبير والتلاميذ يوم ثلاثة شوتنبير قبل استحقاقات الانتخابية بسافت دخول المدرسية هاد المرة عليش السيد الوازي لأن بغينا شوية تقول لنا القرارة فقوة عاو ساني وعليش لا ندف كان راعي الزمن المدرسي خرجنا المقرر الدراسي السنة المدرسية كاملة الموسم الدراسي كامل اليوم مؤطار فتراب فتراب محطاب محطاب الامتحانات بالأمور كاملة دونك باش يمكننا نعتمد ذاك الإيقاع المدرسي والزام المدرسي كنقرأه استد الأسابع وكيرتاحه أسبوع استد الأسابع وكيرتاحه أسبوع وهذا الشيء جميل للينا السنة المصارمة في دين لها الجائحة لهذا ارتقينا باش نبدو يوم الثلاثة شو تنبير إن شاء الله باش اليوم الانتخابات غدي يكون يوم اللي غدي ما غيخدموش في الناس غدي مشي ويصوتو لأن أولا بقوا واحد العدد المؤسسة التعليمية كي تستعملو كمكاتب التصويت وأيضا باش الأساتذة كيكونوا كيشاركوا في العملية الانتخابات واضحة لهذا إن شاء الله يوم ثمانية غدي يكون من بعد استناف ويكون شبتيباك فهذا لأن من لسبة نرى هذا الدخول المدرسي عنده واحدة رمزية كبيرة جميع كينتظر هذا الدخول خسنا نخلقو واحد الجو ديال الفرح واحد العرس عرس ترباوي باش إن شاء الله كتنطلق هاد السنة في أحسن الدور إن شاء الله في إطار انطلاق السنة أنا كنبغن نريح دير التوقعات كالتوقع سي أمزازي بأنه أساتذة التعاقد وخمكة ترجمة تسمية لهم أطر الأكاديميات يرجعون للإحتجاج والشارع مرة أخرى للموسم الدراسي المقبل ما هو المبرر اليوم الحمد لله ذاك شي كامل اللي كانوا كي طلبوا به حققنا وأكثر من هذا شكولي كان كي يقول بأنه سنصدقوا عن القانون ديال المعاشات في هذا الوقت هذا في دقيقة تسعين والحمد لله خرجنا سيد وزير الماليارة تم المصادقة عليه لأسبوع المنصارين في المجلس النواب وغايد يدوس المجلس موسى شارير وغايدوس المجلس النواب هذا واحد المكسب كبير شنو بقى من ذاك ذاك الأمور اللي كانوا كي تلبو الحركة الحركة الوطنية اليوم بغيت لقل كير واحد المؤشر فاش كي تلبو الحركة الوطنية ثمانية وسبعين في المئة دي لهذه الحركة هي جيهاوية لذلك سيتم فوق وليوم خلقنا ما نسميه بالتبادل الآلي واحد السيد واحد أستاذ في أغالير جوج أستاذة في طانجة يمكن لأنه يستطيع التبادل الآلي وهذا الأمر تم تدبيره بطرف الأكاديميات كان أعطيك أستاذ نفس السلك ونفس المادة وكتعطني أستاذ نفس كنس المادة وكي وكي تحلو هذه المشكل تعتبر بين المشكل لأطور الأكاديميات انتهى 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 اليوم الحكومة تؤسس لتوظيف الجيهوي في جميع القطاعات اليوم الحمد لله منظوم التربية وتكوين نبحث العلمي نجحات في هذا التوظيف الجيهوي نجحات أولا في المركز وفي التمركز الأكاديمية جيهوية ثلاثة هما معتم دي الله مركزية واليوم ما جينا وعزنا هذه السياسة الجيهوية باللا تمركز اليوم رأى التدبير المالي والبشاري وكل شي عند الأكاديميات تقول الوزارة نجحات في هذا المسألة التي توظيف الجيهوي يقول بأنه الوزارة غامرات بمسألة تعاقل وخلقات فضاء ديالتوتر كبير هذا التوجه ديالدولة ديالجيهوية هذا التوجه كبير اللي ماشين فيه ممكننا نتراجعه اليوم بفضل هذا التوظيف الجيهوي سطعنا باش تلامد في المكان في تارودانت في أزيلال في الشوكا يتبعى يكون عندهم أستيدي اللي حضرين معهم قبل شحال كانت نسبة الحضور ما كانش هنا ما كان منش كان مننا نغطيه وتراجع على هذا النظام موارد شبات أبدا أحزاب سياسية خرجتك تقول أني لو صدت الحكومة نحايد العمل بمنطق التعاقد مالف لدينا نرفعه على المقاربة السياسية لما لا مريح نزيد فيه لا يوجد ليس مزيد عيش لم نبقنا متاع عاقد 2016 كان تعاقد كان تعاقد لأنك بإشتر الأستاذ ويوقع ورقة وعند واحد السيدة دي سنتين ومع الغسوعة ودي وقع ورقة أخرى جديد جينا في 2018 ودي ندرنا نظام أساسي الأول وكان قولك أنا بصريح العبارة لأن الأول كان ما فيش الممثلة كان بقي فيه الفكرة التعاقد كانت بقي في الأول ولكن نظام أساسي الثاني اللي دمر اللي مشينا المية وثلاثة المادة رعينا الممثلة والمطابقة مع الأساتيدة دي الوظيفة العمومية ما كيش شي حاجة عندهم جميع الحقوق اللي عند الأساتيدة في الوظيفة العمومية كان قدك المعاش اليومام هما ما غيبقاش الإخسائق غيدوزوا السامع أكثر من هذا هذا واحد حقنا واحد المكسب كبير كنقول ليه هذا شو المبرر اليوم باشي يحتاج شو ما عندنا لا مو أنك قصح في رأسك معهم كيفاش نقصح من اللي كانوا خارجي للشارع وكان ذاك التراب والهضر المدراسي قصنا غير من غلطوش الرأي العام الوطني بمعنى كانوا مغلطة كبيرة اسمح لي كانوا كي يديروا رسوم في موقع الضحية أنا الضحية ديلي هو التلميذ التلميذ خصو يقرأ يمكن أن يعبرنا على المواقف ديلي ولكن خصني نضمن الزمان المدراسي له التلميذ كترشح لدي الساعات اللي ضيعنا وهضرنا قبل ما تبدأ الجائحة ركونا في جائحة أخرى هو الهضر الزمان المدراسي ديليل تلميذ نحن نظر على التعلومات وهذا الأوراش و72 مليار نحن نظر وهذا التلميذ لا يوجد حق في هذا كيف نريد أن نبنيه هذا الرأس من البشري وهذا الرأس من البشري كيف؟ هي بجودة التعلومات وخصوا دورو في الاشتغال دورو في الاشتغال ونحن نقوله كنا في واحدة الوضعية ديالتعاقد الغيناه بتاتا يوم 13 مارس 2019 ومشينا الواحدة الوضعية نظامية بامتياز وضعية نظامية بامتياز لجميع الحقوق جميع الواجبات المماثلة والمطبقة بحاله بحاله بحال أي أستاذ شنو كانوا كي قلع كي شكو كي أه ولكن الأكاديميات كي خلصونا واش الأكاديميات عندهم تمويل باش يخلصونا الأجور ديالنا وهي لي هادو مؤسسة عمومية هادو امتداد ديال الدولة كيفاش بلكنكي ما يكونش عندهم ولكن كي يجيوا في رأي آخر كي يقول لك مليحنا بحال بحال اه وخليونا موطفين عموميين بحال خدنا ونسى ليو هادو الأسطورة كولا ولكن شكو كي يضمن لي بإن هادوك الأستاذ اللي في واحد الجماعة قروية في الظلال يبغي يبقى في الظلال اليوم سنويا كانوا واحد الحركة انتقالية من الشركة فيها 88 ألف سنويا هذا استقرار هذا استفادة 31 ألف سنويا كان واحد واحد الحركة قوية في المنظمة خسنا نضمن لها واحد استقرار لم نضمن لها هذا استقرار لا نضمن لجودة التعلومات ما نريد أن نضمنه هو نضمنه واحد استقرار مهني واضي في الأستاذ ونحفزه في الموقع دياله لا ضمننا هذا هذا هو المهم وكتعتبر بأن الظروف الحالية والشروط اللي اللي سيشتغلوا فيها أطر الأكاديميات طبيعية على المساور ديال الأجر كان السلم تسعود كي تقضى ربعالاف درهم واحد العداد السنوات وما بربعال درهم هادو فش يبدأ ويبدأ بخمسة ألاف ومئة درهم في بعض المناطق يبدأ بستلاف درهم هذا ماشي مكسب كبير هذا ماشي ضمان الواحد الاستقرار مهني هذا الأستاذ اليوم عندهم هاد المعاش ديال السامع اللي كيد من اللوم واحد المعاش جيد محفز هذا ماشي أيضا اليوم أيضا احنا بصداد يخرج واحد النص واحد المرسوم ديال دعم الأستاذ اللي في المناطق النهائية والجبلية أيضا غتكون هاد مسألات دي معلوم كينا اللي عنا هادا مقصدة في قانون الإطار هذا مكسب أيضا بالنسبة الأستاذ نعم طيب هادا فيما تنوي الوزارة أنه تديره ما شك تنوي هاد شي مستار هاد شي غدي أمزازي بدون أمزازي كيش هاد شي غير مزي طيب بأمزازي أو بدون أمزازي الملفات العالقة نعم أنت كتتكلم عن الظروف ديالرجال التعليم ديالأطور الترباوية واحد الأستاذ سفتليار يسالي قليك أنا كأستاذ بغيتك توصل لي النقاط التالية يعطيش حال عرض علي ديالأمور وكقال بأن الصور والتدشينات لا تفيد في شيء ولا يمكنه أن تغطي الحقيقة المرة للقطاع أعطاني النموذج ديالة الترقيات المجمدة منذ 2018 و2019 ما كينش يسير الوزير لا كين مشي ترقيات مجمدة بالنسبة للترقيات عنا واحد عنا واحد التمويل ديرها الترقيات خسك تخلص هات الترقيات ستمية مليون دير درهم كتساليدك ستمية مليون درهم أرأت 350 ألف أزار فاش كتساليدك ستمية مليون درهم خسك تنتظر وزارة الماليات ساعتك عاوذ واحد مويل باش يمكنك تدير هذا الترقيات أو لا لا هندير الترقيات من أجل الترقيات خسني لديك فلوس المواري ديلها أهام واشانا كنت حكم في المواري ديلها متعوذي رقي طاح أهام قسك تدافع لا معلوم كان دافع ولكن عاوذ فاش دخلنا في الوضعية الوبائية واحد الوقت جمدود جمدود ترقيات بمنشور سيد رئيس حكومة عادي لأنها كان مشكل سيدنا الله ينصروا طلب منا باش نخلقوا الصندوق باش نمشيوا نقضوح العدد يلي في أدلي كانت اهام كتعاني من هاد الوضعية الوبائية ماشي اللي عند شهرية دي لها كل شهر شمتيني اهام دونك ترقيات احنا ما ترقيات وما يمكننا إلا ندعموا الترقيات ولكن كين ضروف اللي كتمر من البلاد اللي كين إكرهات مالية ومادية كالمطور لو خستم يتفهموها أما القضية اللي قال لكوش بش تدشينات وقطفت تدشينات ها رمزيات تدشينات شوهي هي مواكبة الأوراش فاش كيمشي الوزير وكيشوف المؤسسة وكيدخل لها وكيشوف القاءات وكيهضر مع الأستيدة ومع المدير هرا في حدته هذا واحد محفيز كبير لأنه كان نعيش معه واخه واحد نص ساعة كان نعيش معه ذاك ذاك الحياة المدرسية اللي كيعيش هو وتم وكانشوف ذاك الساعة هرا مشينا الواحد العدد المؤسسة كلنا بإنكين اختلالات وعفينا مدرأة اللي كانوا هاسميته مدروش ها لأ العمل اللي كان لقصوهم يقوموا به مشي كا تشنغي باشتبان فتساعة الرسل الأمر الآخر التنشينات هنا يا كان بينوا الواحد كانوا استجبوا المتطلبات ديل الساكينة فاش كان مشي في أي منطقة شنو الطلب الأول كتر والله يخليك دير لي مدراسة هنا دير لي إعدادية هنا ماشي يكون شي قادر يمشي على كل حال ها ها رحمه عليك ما كيش بريفي ذلك المناطق أبداً ما كيش بريفي العلم القراوي في شي بريفي ما في شي يوى دونك هادي الناس كل يغادي يهتم بهم لمشي عندهم من الوزير خاص الوزير يعيش الوضعيات كاملة لا الحضرية لا شيء بالحضرية لا القراوية وعطيت الأولوية لعلم القراوي لأنها بحاجة وتقربت منهم أكثر واستجبنا لهم أكثر فهذه الإحداثات 60% تكتم في العالم القراوي دونك شنو هو العيب في هذه التشينات طيب من الملفات العالقة السيد الوزير اللي كنا تكلمين عليها في الحلقة ديالشوتنبر إدارة تربوية نعم وكنت قلتي بأنه الموضوع قريب من الحل سألا أنا بالنسبة ليها ذاك الالتزام وذاك الوعد انتهيت منه بمعنى صفي المرسوم كي نجو جي المرسوم بعدها نذكر أسباب النزول فجيتنا في 2018 هذه المديرين المؤسسات ما كانت عندهم واحد الوضعية كي يكون مدير بعد يقدر يرجع القاسم يدرس جينا ودرنا واحد المرسومين ديال متصرف ترباوي وحدتنا واحد مثلك الإدارة الترباوية باش هذا ما يولج المدير حتى يدير واحد تكوين كثير من هذا يعطينا إطار واحد متصرف ترباوي لهذا المديرين تبين مباشرة من بعد بأنه كان بعض النواقس في هذه المرسومين ولا سياما كان لك يدخل سلعة معشرة كي يدير تكوين كي يدخل سلعة معشرة لكي يدخل سنة واحدة وما كان هذا المرسومين هذا ترقل الجانب للإسناد المديرين للمروا واحد العداد السنوات ولا يدخل سلعة تكوين كيف يقدروا يرجع القاسم لذلك هذا التاومة يجب أن نعطيه هذا المتصرف ترباوي لذلك يجب أن نعطي هذه المرسوم تعطي المرسومين سنتين ونعمل ونتزمت أمام نواب الأمة أمام المديرين ذات لأن هذا ملف لماذا ملف لأنه بالنسبة لي مدير المؤسسة هو الحمد النووي المنظومة ليس دائن مع المسؤولين ليس دائن دائن المؤسسة يجب أن نحو أن نضع المؤسسة لا ندخل مدير الإقليمية لا وأن الأركيز الأساسي هي المؤسسة التعليمية يجب أن نعطيها استقلالية نعطيها مشروع للمؤسسة نعطيها واحد العدد الدعامات بما فيها مدير المؤسسة ولكن جينا تشاغلنا هذا الشيء اليوم كنقول لك بأن وزارة المالية وقعت على المرسوم ديل تكوين ما بقاش كوين ديل سنة ولا تكوين ديل سانتين يقدر كيدخل الأستاذ ويرتقي وكي يقول لي مدير وديل إسناد هو في طور توقع ذلك المرسوم الأول رفل أمان العمال حكومة وغادي يمشي للمجلس حكومة الناس الإدارات التربوية يقول لك هذا تعطل هذا شيء تعطل المجلس كين شي خلال بشي مكان ما فاش تعطل وشهد شي فيه البطونات نبلك على البطن كي يخرج هذا ممكنش كين كتاش حال دي المراسين مش حال دي القوانين كي يمروا في المجلس الحكومات كيفاش تعطل ببناء المسترة عادية مسترة عادية كانوا تعديلات تحينات تطور المرسوم من الصغة الأولى من الصغة الثانية وكبته وزارة المالية الوضع عموية الحمد لله اليوم هو جهز ذلك احنا يا سالينا خدمتنا الوزارة سالات خدمتها اليوم واحد مشاء الأمن العام الأمن العام الحكومة باش يدوز مجلس حكومة تصدقوا عليه والاخر غادي ان شاء الله يوقعوا سيد وزير المالية باش تهوي ياخد نفس المسار ذلك احنا سالينا التازمنا وفينا بالوعد دينا ادارة ترباوية يمكن لهم يكونوا مطمئنين نقول الله مطمئنون نزل ادارة ترباوية في الولاية المقبلة السيد الوزير محتوش تكون وزيره لما تكون شدك الساحنة كل حال شنو تمنى يكون في وزير التربية الوطنية المقبلة وزير التربية الوطنية المقبلة شنو تمنى يكون فيه كيفاش يشتغل يتبع خارطة الطريق اللي نزلنا كل واحد عنده الطبيعة دياله وطريقة التنفيذ والأجراء وتنزيل غادي تختلف الايقاع كيختلف ولكن اي وزير يدخل في هذا المسار راكي يلسي بي الايقاع ديال الوزارة اللي هو ايقاع تبارك الله واحد الدينامية واحد الجهد كبير باش يمكن له ينزل هذا الخطة ولكن هو مضطر باش يتبع هذا خارطة الطريق وهذا الأوراش اللي منبطقة عن قانون إطاع أبدان 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 هذا هو المشكلة اللي اصبح لي كان قلت المتاق من بعد استعجالي من بعد رؤية استراتيجية ونجيوا اليوم ونعدوا السفر أبدان أبدان اليوم كان واحد مكتسبة كبيرة وكثيرة كل أورش مفتوحة كل أورش فتحناها وتقدمنا فيها اليوم إن شاء الله سنقصد في التمار من البواحد لخمس سنوات جنيع الأورش عندهم واحد الآجال محدد لكن اللي غادي في الفين وربعة وعشرين اللي في الفين وخمس وعشرين ضغف فوق محدد من الفين وعشرين ذاك ساعة حاسبونا على هاد الأورش اللي تلقنا في هاد سنوات هاتي طيب أمزازي في نهاية كل الموسم بعد المتحانة البكالورية وظهر النتائج نشوفك تتصور مع المتفوق يعني المتواجين والمتواجد اللي كنت لكن وشك تأخذوا به الدوم فيما بعد؟ أموالله هو جاب 17 18 19 19 ونص كمش يدبر محينو بصريح العبارة لنا بعد المرد كيبانو هدوك النقيلات كيضيعوا شي شوية لا ماكنش كيضيع هدا أيضا هدا واحد تقليد بغينا نرسخوة في المنظومة هو العثيراف بالتمييز ستبارك الله هاد العام حصلنا واحدة أرقام قياس البنية التي تأتي ب1953 رجلها ب1989 في الامتحان النهائي لا أمر شيء واحد لا يحصل عليها واختها تبارك الله تسعطاش تصور بعين كيف لا تسقب هذا هذا التلاميذ وتعبر على الفرحة والسعادة أيضاً هذا الحمد لله يكون عندهم واحد ما صار زي ما غاني بسميته بالنجاحات والجميع يدعم هذا التلاميذ أنا بصدد مأساسة واحد البرنامج دي المنح على المساواة دي الوزارة بالنسبة لهذه العشر الأوائل غدي تكون واحد المنحة طيوال الخمس سنوات دي الدراسة الجامعية جامعية نعم لذلك اليوم أنا كنش مع الشركاء دي المنظومة باش يساهموا في هذا البرنامج وسيد وزير المالي طرقت معاقلي حنايا أيضاً يمكننا ندعمكم باش يكون واحد البرنامج خاص لعشر الأوائل اللي عندهم عشر المعددات الكوبرى عينماً أنك واحد العداد البرامج محفزة البارح صدقنا على قانون دي المؤسسة محمد السادس الأعمال الاجتماعية للجل التعليم هذه المؤسسة العتدة اللي كتخصص 3,000 منحة بالنسبة للتعليم اللي كيحصلوا على ميزة حسن جداً المكتب الشريف للفوسفات أيضاً كيخصص واحد عدد دي المناح لهالتالاميذ نونك الحمد الله ما كينش متفوق اللي كيبقى على الهامش كل واحد كيكون واحد المواكبة خاصة الأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنية أيضاً كتدير واحد المباراة وكتخصص واحد العشرة دي المناح لمواكبة الدراسة الجامعية حتى الدكتورة نونك الحمد لله هذو كامل برامج ما كتفرطوش وليدة نوصفي أبداً أبداً وهذا الحمد لله الزبدة دي التمييز وتألق على المسوى الوطني وغادينا نفرطو فيهم ما يمكن شايد تكلمتي على مؤسسات الأعمال الاجتماعية هذي واحد الجدل الكبير هذي الأيام على الانخراطات وعلى زادو على الناس زادو على الناس لا لا أبداً أبداً البارح كان عنا المناقشة العامة والتفصيلية في اللجنة دي الاتصال والثقافة والتعليم وطرقنا لهذا النقاط كاملين والسيد رئيس المؤسسة اللي كان معي وضح هذا الأمر ويمكن اللي نوضحه لكم اليوم أولاً نخصطنا بعد النوه من الأعمال اللي كتقول بهذا المؤسسة هالمؤسسة اللي تم الإحداد ديالها في 2001 بعد الخطاب الملكي اللي سيدنا الله ينصره وعطاه تعليم ما ديله باشنا حدثوا واحد المؤسسة اللي ارتقاء بوضعية الاجتماعية نساء ورجل تعليم واحد العداد ديال البرامج اللي ادارو أنا ذاك في يامات سي مزيان بالفقي ومن بعد اليوم سيو سيو سبقالي يستمر بنفس الوتيرة وبنفس العزيمة واليوم عندنا مخطط عشري لتطوير هاد الخدمات 2013-2018 اللي كنا نعطيه الأهمية الجانب الصحي الجانب ديال السكن وايضاً الجانب ديال الترفير والجانب ديال التربية وتكوين وتمييز أربعة ديال محاور كوبرا اللي الدولة المغربية غادي في هذا البرنامج العشري غادي تقدم عشرين مليار ديال الدرهم جوج المليار الدرهم كدعم اجتماعي بش يكون هاد البرامج الحماية طالب اليوم المليح من طرف النساء ورجال التعليم كي يمشي في الجانب الصحي تغطية صحية تكميلية وايضاً في ولوج السكن واليومكين واحد الأربعة ديال اشكال الصياق ديال قراض بدون فائدة قراض بفائدة صغيرة واحد العدد ديال النساء ورجال التعليم باش يكون عندهم السكن ديالهم الرئيسي واحد نسبة قليلة اللي كت فاش كان فيه صحة السكن التربية والتكوين والتمييز واخيراً الاستياف والمتاجعة الى اخيره لكن احنا شنو هاد المؤسسة شنو دارت شنو كان عندها في البداية كان عندهم جوج المخيامات واحد في قرب الجديدة واحد في السعادية مخيامات كومبينج جاو دارهم مشروع زيفير في مراكش تبارك الله بالمواصفات الهائلة باش ايضاً هاد نساء ورجال التعليم يمكن يمشيوا المؤسسات الفندقية واحد المسوى اللائق واشمتيني تحفيزان الخدمات يقدم وكل الخير اطيت لاش جينا انا جايك انا جايك جينا ودرنا جديدة ايضاً جديدة اجمل ما يكون قرب الشاطئ اربعات المسابيح تبارك الله المواصفات كبيرة شقاق بيوت سويت امور كاملة ما ننسوش باننا عنا اربعمية وستين الف منخاريط اربعمية وستين الف منخاريط قريب نصم من يوم كان نساء ورجال التعليم وكان المتقاعدين ايضاً كان اخذتها المتقاعدين وعندنا تقريباً واحدة السعابية دي لها المتاجعات اليوم اللي مكتجوش ألف ضغط المعاملة جيد صعبة شنجدرت المؤسسة قالت باننا ما يمكنش في العطلة البينية وفي العطلة الصيفية باش يولج هذه المؤسسة هذه المتاجعات شي واحد الا نساء ورجال التعليم كايش ابداً ودرنا الاحصائية تعطونا نسيد الرئيس ما بين العطال 98% النساء ورجال التعليم اللي كايش ما بين العطال ما بالوكف العطال العطال 100% وما بين العطال 98% اللي كايش شنو المشكة مشكلة وين خيراتها الاشتراكات لا نجي الخيرات لكن بعدها المشكة دي الحجز لك عادي باش اليوم انا بغيت مشيج جديدة ملقاش بلاستي عادي عامر 12 أكتوبر عامر نقضي الانخيرات فشك نقرر نسبة الانخيرات أقل كل فضل الانخيرات هو دي المؤسسات قل بكثير من جهز من المالية من الداخلية من واحد العداد دي المؤسسات بكثير شنو اليوم هذا الرفع من الانخيرات شنو هي كنا كنا ندير انخيرات سانوي ولنا كنا ندير انخيرات شهري ورفعناه أقصى أقصى بحيط الانخيراتات حسب السلاليب أقصى نسبة هو 600 درهم في السنة في السنة هي درهم وستين في النهار هي قل من جورنال في النهار قل من جورنال يمكنك تمشي المنتجة يمكنك وتأخذ شقة 200 درهم أو 300 درهم أو 400 درهم حسب الحجم للشقة يمكنك تستفيد من خدمة صحية إضافية إما لك أو لدوي الحقوق درهم وستين درهم وستين في النهار أخارتش معكم أسيد الوزير الله يجزيك بخير نوضع هذا الأمر لماذا كنا في إفران هذا السبت جاءت واحد أستاذة أهام للزوجة شاب وعنده واحد أوليد زوجة كان في باريس في فرنسا ودير واحدة شخص تقارسوا خصوية تضل القلب ما أكبر داروا له زرع قلب جديد العملية كلفة 300 مليون سنتيم 300 مليون سنتيم غير العملية واليوم المصرف هذه المواكبة المؤسسة التي تقدمها هذا ذوي الحقوق هو ليس أستاذ ذوي الحقوق بدرهم وستين في النهار بدرهم وستين على كل حال سيد الوزير باش نسألي انتخاباتش ترشح؟ لا 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 ولاش أنت تقول هذا سيردوان نحن نحضروا الدخول المدراسي نحن نكون في معيد مع الأسر كيف تريد نمشي ونخليوا الدخول المدراسي وهذا التحضير ومشي ونترشح وندير الحملة انتخابية ممكن ممكن لك توازيبين هدي وهدي إذا الله ما تكلف هاتش يلي عندك واللي كان عارف الوم زيان هذا سيدا الله خرر السربيسك على كل مبيش الله أعلك في اللي عاب شكرا لك ساعد أمزازي كتي معنا بدون لغة خشب الحكمة يكون لرجال ونساء التعليم والمواطنين وأنا عارفش حر غادي سولوني من بعد كي تسحابهم أنا يومي كنجلس معك كنقولك جاوبني على هذه الأسئلة أنا ما شتكش من شو تنبر لي فات من شو تنبر ولكن مرة مرة كنت واصل وزع مرة كي يكون شي ميلف كنقجر كي يكون تجاوب ما عندي ما يتسارك لغ سكسقونا دي ما فيغ زي ما حاضي ما عرفش والله بصراحة لله وشهادة لله من اللي كان شرشي حاجاته علاق بميلف عنده علاقة بالتعليم تكت خرج لي من الواتساب بسم الله الرحمن الرحيم والله يخليك ذي باك إن شاء الله شكرا لكم مرة أخرى سيئات لازيم شكرا الفريق التقني كريم نايت سي صفا سي راجدين عبد الحق رازيق اسماعيل روحي كريم نايت سي قلت وتهوحي حيورتنا دائما بدون لغة خشب بدون مواد حافظة رفعة الجزاء